ترجمة نانسي قنقر ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير في العاصمة التركومانستانية عشقباد بنائب رئيس مجلس الوزراء المعني بالشؤون التجارية والاقتصادية الخارجية في تركومانستان السيد شاري جليجوف وذلك بحضور وزير التجارة والاقتصاد الخارجي في تركومانستان السيد أمان دوردي إشانوف وبحضور سيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وسيد خالد عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وتركومانستان الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية ذات العلاقة بالشكل الذي يلبي تطلعات قيادتي البلدين من هذه الزيارة التاريخية ومنوها في هذا الإطار بما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومنصة للتوسع في أسواق المنطقة التي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقرا إقليميا للعديد من الشركات العالمية